عن تفاصيل هذه القمة من كيف غيث مناف مراسل قهر الإخبارية معنا مباشرة أحييك غيث قمة السلام التي استمرت في مناقشات المتعددة لعدة أيام البيان الختامي جاء محملا بعديد من الأطرحات ترى ما التفاصيل في البيان الختامي غيث؟ تحية حساني بالفعل هو بيان ختامي ألقي على مسمع كل المراسلين والمتلقين في سويسرا أشار به البيان الرئيس الأوكراني بأنه مستعد لتوصل لحوار دائم ومستدام مع الجانب الروسي في حال خروجها الكامل من داخل الأراضي الأوكرانية والمعترف عليها رسميا من قبل الأمم المتحدة أيضا هو قال بأنهم توصلوا إلى قراءة العشرة بنود الأساسية لقمة السلام الذي طرحها الرئيس الأوكراني والذي تمت موافقته من قبل ثمانين دولة وأربعة منظمات حساني من بينهم دول عربية وجمهورية العراق أيضا كانت حاضرة ووافقت أيضا على هذا الطلب الذي ينهي عملية الاستيلاء على حسب وصفها الرئيس الأوكراني على مفاعل زابروجا الأمن الغذائي بالإضافة إلى عودة الأطفال القاصرين إلى الأراضي الأوكرانية بعد أن هجروا قصرا إلى داخل الأراضي الروسية بالإضافة إلى ذلك هم أشاروا وتحدثوا على مجمل الأحداث والسيادة الدولة الأوكرانية بالإضافة إلى ذلك كانت هناك ولاحظنا هناك مشاحنات كبيرة ما بين أساسة والقادة الدول الغربية بشكل عام على روسيا حيث وصف كثير من الدول الغربية روسيا بأنها دولة احتلال هي غير شرعية في دخولها داخل الأراضي الأوكرانية طالبوها بمغادرة الأراضي الأوكرانية اعترفوا بأن روسيا هي دولة محتلة احتلت مفاعل زفروج على سبيل المثال وهذا الشيء الذي أيضا ما أطرحه الرئيس الأوكراني في سؤال طرح له من قبل أحدى المراسلين في إشارة بأن هل مفاعل زفروج سيعود إلى داخل الأراضي الأوكرانية قال بعد قمة السلام سوف يكون هناك توصل واضح وسريع في إعادة تلك المفاعل إلى الأراضي الأوكرانية بجهود من قبل منظمة الطاقة الذرية وأيضا أوكرانيا بالإضافة إلى ذلك الرئيس الأوكراني شدد أيضا بأن لا تنازل مع الجانب الروسي على الأراضي الأوكرانية اختتمها وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبا بأنه قمة السلام المقبلة ستكون في حلول هذا العام وستكون هناك حلولا جذرية لإنهاء الحاف ستكون الأوكرانيا طاولة حوار مشتركة ما بين الأوكرانيا وروسيا ودون تهديدات من قبل الجانب الروسي وأن أوكرانيا أصبحت أقوى من هذا المنفذ ولن تتراجع ولن تستسلم كما يريد طيب غيث هو تحدث سيدليسكي أيضا على أن هناك مجموعات عامة خاصة ستناقش الأفكار والمقتنحات والتطورات المحددة هل هو حدد في كلامه هذه المجموعات التي سوف تناقش هذه المقتنحات؟ لم يحدد الرئيس الأوكراني من هي المجموعات ولكن على حسب الخبراء هنا في الداخل الأوكراني أشار بأن هناك مجموعة من الدول ذات الارتباط الوثيق ما بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي سوف يشتركونها جنبا إلى جنب لتسوية ما وهي الثلاثة نقاط الأساسية حساني نعيده وأن ركزت الدول وقادت الدول في هذه القمة على ثلاثة نقاط أساسية أولهما هو الأمن الغذائي التي ما زالت روسيا تسيطر على البحر الأسود وهناك عراقي الكبيرة تواجه السفن الأوكرانية بالإضافة إلى ما سميه الرئيس الأوكراني بأن سرقة الحنطة من الأراضي الأوكرانية وبيعها في السوق السوداء من قبل الجانب الروسي هذا أيضا يعتبر ضمن الأمن الغذائي وأيضا أشار في مفاعل زابروجيا وأيضا عودة القاصرين إلى الأراضي الأوكرانية والتبادل غير المشروط ما بين الأسرة كل هذه سوف تكون الدول هي مرتبطة مع الجانب الروسي والجانب الأوكراني للوصول إلى تسوية ما وهذا الشيء والعالم أجمع دخل وشارك في هذا المؤتمر لغرض واحد هو إنهاء الصراع الأوكراني الروسي وهذا الشيء الذي يطالب به الجانب الأوكراني بتسوية عادلة على حسب وصفه كما معترف به من قبل الأمم المتحدة والجانب الروسي أيضا يحاول إنهاء هذا الخلاف ما بين الجانبين ولكن على رغبته وعلى قوانينه الذي هو يصنه من جانب آخر الرئيس الأوكراني ما زال متشنجا من موقف الصين وهذا الشيء الذي أيضا ما لاحظه الجميع من خلال مقابلات وحوارات وأيضا في الإعلام الذي يتداوله الرئيس الأوكراني تجاه الصين وطالبهم بإيجاد حلول فورية والتوجه نحو قمة السلام لإنهاء ما يجري ما بين روسيا وأوكرانيا بشكل عادل ودون التوجه نحو الأعلام والحديث وضح ما قلته من تفاصيل من كيف كنت معنا وباشرات غيث مناف أشكرك شكرا جزيلا